الساحة الحمراء في موسكو شهدت 13 أيام تواجد السعوديين احتفاؤهم بوصول منتخب بلادهم إلى روسيا ليكون واحداً من أربعة منتخبات عربية كل مساء تكون الساحة الحمراء مقراً لتقديم الثقافة السعودية في الفنون واللباس للقادمين من 30 دولة أخرى ولسكان البلد المضيف بعد الدرب العربي شهدت الساحة الحمراء احتفال السعوديين بالانتصار على منتخب مصر كان على رأس المحتفلين رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي ما انطل حتى غلب الكل استمرت احتفالات السعوديين بهذا الانتصار طويلاً وهم الذين انتظروه 24 سنة ولعب لأجله تسع مباراية فيها سبع خسائر وتعدلات